يوسف انا اصلا امت بتديت القصة امت بتديت الحكاية معاك امت قررت انك تمسك قلم وتكتب وتقول انا ممكن في يوم من الايام اكون كاتب انا اساسا متربي في حيات جمالية اللي هو اكيد في نجيم محفوظ فانا دايما بسمع الاسم ده من انا صغير بعد كده لما كبرت او بدأت اقرأ فكنت بقرأ لنجيم محفوظ من انا صغير وبعد كده اتعرفت على اعلان جمال الغيطاني اللي هو ايضا من موليد نفس الحي ده انت داخل على تقيل يعني ده انت ابتدت مع طبعا ادباء وكتاب يعني يمكن ليهوا مدارس خاصة في الكتابة وتحديدا عن الاحياء الشعبية ومصر وازاي اظهروا الحارة المصرية وازاي اظهروا الجمال المصري بطريقتهم الخاصة جدا بالظبط وازال جونبسك جدا لما حد بيكتب مثلا عن روايتي ويقول ان هي فيها من العالم بتاع نجيب محفوظ او جمال الغيطاني وهكذا جميل انتو خارجين ايه بس الاول عايزة اعرف انت في تدرس ايه وانت بتدرس ايه انا خارجة ماركتنج ماركتنج اه من تسويق تسويق ويوسف معلومات 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة